الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الرابع الابتداء قسم التحفيظ أرحب بكم وأسعد بلقياكم وأستمتع في هذه الدقائق التي أقضيها معكم وإلى درسنا لهذا اليوم الذي هو بعنوان مراجعة القرآن الكريم وتعاهده هذا الدرس سنأخذه بإذن الله على درسين اليوم هو الدرس الأول وبإذن الله سيكون هناك درس آخر نتابع فيه بقية الدرس بحول الله وقوة وإلى أهدافنا التي نتوقع أن تحصل من خلال هذا الدرس أتوقع بعد دراسة لهذا الدرس أن أبين أهمية مراجعة القرآن أهمية مراجعة القرآن الكريم القرآن الكريم له أهمية في قلوبنا لأنه كتاب الله العظيم فما أهمية مراجعته أيضا؟ أيضا من الأهداف التي نتوقع أن تحصل أن أعدد خطوات مراجعة القرآن الكريم مراجعة القرآن الكريم لها أساس ولها خطوات ينبغي أن نسير عليها إذا أردنا أن نضبط حفظنا وإذا أردنا أن نحفظ كتاب ربنا ما هي هذه الخطوات؟ سنتعرف عليها بإذن الله تعالى في درسي هذا اليوم أيضا أتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أطبق خطوات مراجعة القرآن الكريم الفائدة من الدراسة الفائدة من تعلم هذه الخطوات الثمر التي نرجوها من خلال درسنا تكمن في تطبيق هذه الخطوات فإذا طبقناها فقد جنينا ثمرة تعلم هذا الدرس أتمنى وأهيب بكم أن تطبقوا هذه الخطوات التي سنتعلمها أيضا أنظم وقتي لمراجعة القرآن الكريم طلاب وطالبات الصف الرابع لابتدائي لا شك أنهم منظمون المسلم في حياته منظم الصلوات الخمس تعلمنا التنظيم تعلمنا تجزيع الأوقات تعلمنا احترام الأوقات شرعنا بشكل عام يعلمنا التنظيم أيضا لننظم وقتنا لكي نحفظ كتاب ربنا لننظم وقتنا لكي نراجع ما حفظنا وما تعلمنا قبل أن نبدأ بدرسنا قبل أن نبدأ درسنا علينا أن نتهيأ بما يألي علينا أن نتهيأ بما يلي أولا اختيار المكان المناسب ثانيا احضار أدواتي ثالثا الجلوس بطريقة صحيحة اختيار المكان المناسب الذي يساعدني على التركيز البعيد عن الضوضاء وعن الإزعاج احضار أدواتي مثل الكتاب القلم إذا احتجت إلى المصطرة البراية أو أغيرت ذلك أو القلم الأزرق أو غير ذلك من الأدوات التي أحتاجها أجلس بطريقة صحيحة بدون انحناء والنظر بشكل مستقيم حتى أحافظ على صحتي قبل أن نبدأ درس اليوم سنتذكر ما تناولنا في الدرس الماضي ما رأيكم ما رأيكم أن نتذكر درسنا الذي أخذناه في الأسبوع الماضي ما عنوانه نعم أحسنتم وبارك الله فيكم كان عنوانه طريقة حفظ القرآن الكريم تعالوا لنتذكر القواعد العامة القواعد العامة لحفظ القرآن الكريم تذكروها جيدا سأترككم معها لبضع من الوقت ركزوا على الشاشة وسأترككم تتابعونها فركزوا وتذكروها جيدا إذن أول هذه الخطوات التي أخذناها في الأسبوع الماضي القواعد العامة لحفظ القرآن الكريم أولا الإخلاص لله تعالى الإخلاص لله تعالى كل أعمال المسلم لا بد أن يخلص فيها لله تعالى أيضا التحلي بالصبر والهمة العالية أيضا تقوى الله تعالى والبعد عن الذنوب والمعاصي وأيضا التنظيم تذكروا جميع هذه الخطوات التي تعرفنا عليها إذن أيضا التركيز الذهني أثناء الحفظ والبعد عن المشتتات والصوارف تفعيل الحواس السمعية والبصرية واللفظية نستمع جيدا نركز نظرنا على الآيات المتلوة نستخدم مصحفا واحدا كل هذه الأمور نهتم بها أيضا نقرأ ونلفظ ونستمع للفظنا إذن هذا أيضا من الأمور المهمة أيضا التكرار لا بد أن أكرر كلما جلست وصبرت وكررت كلما استطعت أن أحفظ أيضا من الأمور المهمة الربط بين المقطع السابق والمقطع التالي وذلك بأن يربط بين كل آية والتي تليها الربط بين الآيات والربط أيضا بين المقاطع أيضا من الأمور المهمة والتي قد يستخدمها البعض الكتابة وذلك بأن يكتب المقطع المراد حفظه كاملا وفق رسم المصحف واستحسن تكرار كتابة حتى يتقن حفظه أيضا أخذنا الطريقة العملية للحفظ أخذنا الطريقة العملية للحفظ بأن يعني إذا أراد الطالب أن يحفظ مقطعا معينا وقرر ذلك فإنه لا بد أولا أن يحدد هذا المقطع الذي يريده يريد أن يحفظ آيتين ثلاث سطر سطرين ثلاثة أربعة المهم أن يحدد مقدارا مناسبا يستطيع أن يحفظه ويحدد هذا الأمر بإتقان وبعناية أيضا من الأمور الاستماع إلى المقطع المراد حفظه بدقة من المعلم يستمع جيدا يستمع للمقطع المراد حفظه بدقة من المعلم أو من المصحف المرتل إذن يستمع أيضا أيضا لا بد أن يقسم المقطع لعدة أقسام حتى يسهل حفظه إذا أتينا للمقطع وهو مقطع طويل قد يصعب حفظه لكن إذا تم تجزئته ثم بعد ذلك حفظ كل جزء ثم الربط بين هذه الأجزاء يسهل حفظ القرآن بإذن الله أيضا من الأمور المهمة حفظ كل آية أو جملة على حدة حفظ كل آية أو جملة على حدة أحفظ هذه الآية ثم أحفظ آية أخرى ثم أربطه بعد ذلك بينهما أيضا قلنا الرابط وتكرار المقطع بعد حفظه نكرر 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 كلما كررنا كلما كررنا المقطع أكثر من مرة كلما أعدناه أكثر من مرة كل ما رسخ في أذهاننا بعد أن نحفظ وأن نكرر نعرض هذا الحفظ على المعلم أو على أحد والدينا أو على من يستمع إلينا حتى ينتبه للأخطاء التي لم ننتبه لها وينبهنا على هذه الأخطاء بعد أن نعرض هذا المقطع ونريد أن نحفظ مقطعا آخر ونحفظ به كما فعلنا في المقطع السابق وهكذا ونربط بين المقاطع جميعا هذا باختصار ما كنا تعرفنا عليه في الدرس الماضي أما الآن سنبدأ درس اليوم الذي عنوانه مراجعة القرآن الكريم ومراجعة القرآن الكريم وتعاهده انظروا هنا هناك مشكلات قد تواجه من يحفظ القرآن أو من حفظ القرآن من المشكلات التي تواجه من يحفظ القرآن الكريم نسيان الحفظ يجلس ويحفظ ثم بعد ذلك بعد فترة يجد أن هذا الحفظ الذي حفظه قد ذهب أنا عندما يذهب حفظي أتألم وأكيد أنكم أيضا تتألمون أليس كذلك نتألم على هذا الحفظ لأننا نريد أن تكون صدورنا مليئة بكلام الله جل وعلا أن نحفظ كلامه وهذا الجهد الذي بذلناه في الحفظ ثم بعد ذلك ذهب الحفظ يعني هذا جهد مبذول لا نريد أن يذهب إذن هذه مشكلة واقعة مشكلة حقيقية نحن نشاهدها ولا شك أنكم تشاهدونها أليس كذلك ألستم تحفظون أحيانا ثم تجدون أن بعض المقاطع قد ذهبت أو أنكم تخطئون فيها كثيرا بعد أن كنتم قد أتقنتموها أليس كذلك إذن نحن أمام مشكلة حقيقية نريد أنا وإياكم أن نتعاون لكي نحل هذه المشكلة ما رأيكم؟ تعالوا هنا ما أسباب نريد أولا أن نتعرف على الأسباب عند وجود أي مشكلة لابد أن تبدأ أولا بمعرفة أسباب هذه المشكلة ما الأسباب وما العلاج؟ عندنا أسباب وعندنا علاج لا بد أن نعرف الأسباب ثم نعرف العلاج هذه الأسباب أريد منكم أن تبحثوا عنها لماذا ننسى القرآن الكريم؟ لماذا ننسى بعض آيات القرآن الكريم؟ لماذا إذا حفظنا أخطأنا أحيانا مع أننا كنا قد أتقننا هذا المقطع؟ لماذا؟ فكروا معي فكروا ابحثوا أحد الأسباب التي أنا أشاهدها وربما توافقونني الرأي أحد الأسباب ماذا؟ الرياء وعدم الإخلاص إذا حفظ المسلم القرآن لكن نيته لم تكن خالصة لوجه الله يريد أن يحفظ بسرعة 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 حتى يقول الناس عنه إنه حافظ القرآن وكذا لا يقصد بذلك وجه الله عز وجل يريد أن يمدحه الناس فقط يريد أن يمدحه الناس أو تريد أن يمدحها الناس فهنا الإخلاص ضعيف إذا كان الإخلاص ضعيفا أو كان هناك رياء يريد فقط أن الناس يقولون أن يحافظ فقط هذه مشكلة هذه سبب من أسباب عدم استقرار القرآن في الصدر نحن نريد أن نحفظ كلام الله كلام الله إذن نريد من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى نريد الأجر فإذا أخلصنا لله جل وعلا كان ذلك من الأسباب التي تجعلنا تجعل القرآن يستقر في صدورنا إذن الإخلاص لله هذا هو العلاج الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يريد بحفظه الأجر والمثوبة من الله جل وعلا أيضا نريد الآن سبب آخر سبب آخر ويقع فيه كثير من الناس وهو العجلة يستعجل في الحفظ هو ليس قصده من العجلة في هذه المرة أنه يريد أن يراء الناس لا هو يحب الخير أو هي تحب الخير ويريدون يرون أن حفظ القرآن كنز عظيم ويتحمسون لذلك لكن هذا الحماس يكون على حساب المراجعة وهذه مشكلة إذن أنا أقرأ بتأني بتؤداء أكرر 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 حتى لو تأخرت أعيد أراجع المقطع الذي أخذته وأربط بين المقاطع حتى يستقر الحفظ ولا يزول من صدري حتى يستقر الحفظ ولا يزول من صدري إذن العجلة من أسباب ذهاب القرآن من الصدور العجلة من أسباب ذهاب القرآن من الصدور وإذا كانت على حساب المراجعة إذا كانت على حساب المراجعة أيضا إذن الحل هو ماذا تكثيف المراجعة وتعاهد القرآن والربط بين مقاطعه تعاهد القرآن وتكثيف المراجعة والربط بين مقاطع القرآن الكريم من الأسباب الفوضى وعدم التنظيم أنا أحفظ اليوم بعد الفجر غدا أحفظه بعد الظهر أراجعه بعد الظهر بعد الغد لا أراجع بعده لا أراجع بعد خمسة أيام أراجع لا هذا ما ينفع لابد أن أنظم أن أنظم مراجعتي وحفظي حتى يثبت الحفظ ولا يزول من صدري إذن لابد أن يضع جدولا ينظم فيه أوقات أيام وأوقات الحفظ ومقداره سأترك لكم هذه الشاشة لتتعملوا في الأسباب والعلاج ثم أعود إليكم خلال دقيقة تأملوا وبعد أن تأملنا هذه الأسباب أسباب عدم استقرار القرآن في الصدور أسباب نسيان الحفظ وعرفنا العلاج تعالوا لننتقل إلى هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على مراجعة القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم يحث المسلم على أن يراجع كلام ربه جل وآلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها ومعنى تعاهده أي المحافظة على استذكاره تلاوته حتى لا يتفلت مراجعته إذن من المعاني أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن أي ماذا أي هذا حث وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكي نراجع القرآن لكي نقرأ القرآن يحثنا فيه صلى الله عليه وسلم على مراجعة القرآن وعلى تعاهده وعلى تكرار ذلك حتى لا يزول القرآن من صدورنا إذن نحن نستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بتعاهد القرآن وبمراجعة القرآن انظروا هنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها الإبل أيها الأبطال الإبل أيها الفتيات المباركات من الحيوانات التي تنفر وتهرب وتشرد ولذلك هذه الإبل هي غالية على أصحابها ماذا يفعلون حتى لا تذهب عنهم؟ يعقلونها ملعقال حبل يربطونه في يد الناقة أو في يد البعير حتى لا يبعد عنهم لأنهم يحبون هذه الإبل وهي غالية عليهم ولذلك لو تركوها وهي لو استطاعت أن تفك هذا العقال لذهبت فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذهاب القرآن من الصدر عند عدم مراجعته بذهاب الإبل ونفورها بذهاب الإبل ونفورها ولذلك القرآن غال علينا غال على قلوبنا فإذا لم نهتم بهذا الكنز العظيم بهذا القرآن الكريم فإنه سيزول من صدورنا إذن معنى هذه أو معنى هذا الحديث أن القرآن أشد زوالا وذهابا وتفلتا وخروجا من الصدر أكثر من ذهاب الإبل وهروبها عند عدم ربطها وعند عدم تعقيلها لذلك نهتم بحفظ القرآن حتى لا يزول من صدورنا تأملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعاهدوا القرآن تعاهدوا تعاهدوا القرآن فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ هذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ أحسنتم وبرك الله فيكم هذا يسمى قسم يسمى قسم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقسم بأن القرآن سريع الزوال سريع الذهاب إذا لم نهتم به ولم نراجعه وأنه أشد من تفلت وهروب وشرود الإبل التي لم تعقل لهو أشد تفاصيا من الإبل في عقلها يعني الرباط الحبل الذي تربط به يد الناقة حتى لا تهرب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا أو ينهانا عن كلمة أن نقول نسيت القرآن نسيت القرآن وإنما يقول نسيت لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الذي يقول نسيت القرآن أو نسيت آية كذا هذا كأنه يوحي إلى أنه غير مهتم بالقرآن أو أنه لم يعمل بالقرآن أو لا يريد العمل بالقرآن ولكن نسيت أن هذا أمر خارج عني قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إذن قراءة القرآن المسلم أحيانا ينسى هذا القرآن ولكنه لا ينساه لأنه مهمل وإنما لأن هذا الشيء أتى يعني شيء خارج عن إرادته فهو نسي القرآن ولم ينساه إهمالا وهجرا للقرآن أو عدم محبة للقرآن لا وإنما لأنه قصر في مراجعته مثلا أو لطبيعته البشرية لأن البشر طبيعتهم أنهم ينسون ولكنهم لا يقول نسيت وإنما يقول ماذا نسيت أو أنسيت تعالوا معنا هنا أضعوا علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ إذا لم تذكر آية كنت حفظتها إذا لم أتذكر آية كنت حفظتها فإني أقول إذا لم أتذكر آية كنت حفظتها فإني أقول ماذا هل أقول أنسيت آية كذا أو نسيت آية كذا أي العبارتين أصحح من يعرف من الأبطال من تعرف من الفتيات المبدعات نعم أحسنتم و بارك الله فيكم إذا العبارة الصحيحة أنسيت والعبارة الخاطئة هي نسيت آية كذا إذا العبارة الصحيحة هي أنسيت أنسيت تعالوا معنا الآن لنعرف طريقة المراجعة الصحيحة طريقة المراجعة الصحيحة سنتعرف على أربع خطوات تدلنا على المراجعة الصحيحة وتبين لنا طريقة المراجعة الصحيحة أتمنى أن نتعلمها جيدا أولا ثم بعد ذلك نطبقها من اليوم نطبقها من اليوم هل لديكم استعداد لكي تطبقوها وفقكم الله وأسعدكم شكرا لكم شكرا لكم تعالوا معنا إلى الخطوة الأولى من خطوات المراجعة أولى الخطوات التكرار والتعاهد المنظم تتذكرون أننا قلنا التكرار في الحفظ وهنا نقول التكرار في المراجعة شيء مهم في الحفظ بشكل عام وحفظ القرآن بشكل خاص حفظا جديدا أو مراجعة لا بد من التكرار والتكرار يحتاج إلى صبر إذن لا بد أن نصبر لا بد أن نجلس لا بد أن نتعاهد لا بد أن نكرر لا بد أن نعيد حتى يستقر أو تستقر الآيات في صدورنا ونتذكرها دائما لا نستعجل العجلة دائما تفسد كثيرا من الأعمال وإنما لا بد أن نصبر وأن نكرر وأن نجلس لماذا لأننا كلما جلسنا كلما قرأنا كلما قرأنا كلما جاءتنا الحسنات من كل مكان فجلوسنا وصبرنا وتكرارنا يأتي لنا بالحسنات فلنصبر ونكرر ونتعاهد القرآن إذن تكون أوقات المراجعة بالتكرار محددة ليست بطريقة فوضوية وإنما بطريقة مرتبة محددة يوميا وأسبوعيا في هذا الأسبوع سأراجع كذا في اليوم أراجع كذا مجموعة في الأسبوع كذا مجموعة في الشهر كذا وهكذا أستمر بطريقة معينة في المراجعة حتى أضبط القرآن وكلما حفظت أكثر لا بد أن تكون المراجعة أكثر وأكثر أيضا كثرت تلاوة القرآن حفظا كثرت تلاوة القرآن حفظا ولكن قبل أن أتلوه حفظا لا بد أن أنظر إليه كثيرا قبل ذلك حتى تستقر صورة الآيات في ذهني ثم بعد ذلك أكرره وأقرأه على غيري حتى لا أثبت الخطأ ربما أخطي وأنا أقرأ على نفسي ولا أستمع لذلك ثم أثبت الخطأ لا لا بد أن يستمع إلي أحد أو أن أسجل صوتي مثلا في الأجهزة الحديثة ثم أستمع حتى إذا كنت قد أخطأت أنت به لذلك أيضا وبخاصة أكرر الحفظ وأقرأ حفظا بخاصة في الصلوات فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقرأه نسيا يعني الذي يقرأ القرآن بالليل والنهار يذكر القرآن يراجع خلاص أصبح القرآن مستقر في صدره ويقرأ في الصلاة ويذكر القرآن ذكره وإذا لم يقرأه نسيا وإذا لم يقرأه نسيا الأمر الثالث من الخطوات المهمة جدا أيضا في المراجعة ألا وهي أن يعرض حفظه على شخص آخر أو متابع لأنه هو الذي يدقق وهو الذي ينتبه أنا ربما لا أنتبه إلى أخطائي فيدقق عليه فهل تعرضون أنتم حفظكم على أحد أم تقرؤون على أنفسكم فقط ما شاء الله أحسنتم لابد أن نعرض حفظنا على أهلنا على معلم على معلمة على كذا حتى يكون حفظنا متقنا إذن أو متابع في المصحف للتثبت من سلامة الحفظ من الأخطاء أيضا معرفة مواضع المتشابه أو التشابه في القرآن الكريم بعض الآيات متشابهة يشبه بعضها بعضا فالذي لا يراجع كثيرا قد يخلط بين هذه الآيات ولذلك لا بد أن يدقق أن يعرف أن هذه الآية قرئت كذا في سورة كذا وقرئت كذا في سورة كذا حتى يفرق بين المتشابهات وهناك كتب مهتمة بهذا الأمر ينبغي أن يتابعها وأن يقرأ فيها حتى يميز ويدقق في هذا الأمر نلخص الدرس في طريقة المراجعة أولا التكرار والتعاهد ثانيا كثرت تلاوة القرآن حفظا ثالثا عرض الحفظ على شخص آخر رابعا معرفة مواضع المتشابه هناك كتب وربما بعض المواقع أيضا تبين هذا الأمر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس هذا اليوم ولكن للحديث بقية في إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتعرفنا أو درسنا هذا أيضا الدرس الجميل لا يسعني إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات والمتعلقون والمتعلقات وإلى لقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته